أفادت وكلة الأناظر أن النيابة العامة التركية وجهت إلى 15 شخصاً اتهامات بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية واستندت النيابة العامة في قرارها إلى معلومات استخبارية عن تواصل المتهمين مع فلسطينيين وسوريين مقيمين في تركيا بهدف جمع معلومات ووثائق مهمة لإسرائيل وحصل المتهمون لقاء ذلك على أموال نقلت إليهم بطرق متعددة من إسطنبول معنا مراسلنا مراد أربطوش مراد اتهامات لافتة ما الذي نعرفه حتى الآن بخصوص هذه القضية يعني في تفاصيل هذه القضية الاستخبارات التركية في السابع من هذا الشهر أكتوبر الحالي يلقت القبض من خلال عملية سرية على 15 عنصراً تتهمهم بالتجسس لصالح المساد الإسرائيلي جميعهم من أصول عربية هؤلاء المجموعة تم تقسيمها إلى خلايا من خلال خمسة خلايا كل خلية تضم ثلاثة أشخاص قاموا بعملية التجسس وجمع معلومات ووثائق على الطلبة السوريين والفلسطينيين خصوصاً الذين تخصصاتهم الجامعية لها علاقة بالصناعات الدفاعية والعسكرية إضافة أن الأمر امتد إلى التجسس على المواطنين الأتراك تواصلوا مع المساد الإسرائيلي من خلال زيارات لبعض عناصرها إلى دول مثل السويسرا ورومانيا وأيضاً إلى كينيا وتلقوا أموال مباشرة من هناك إضافة إلى تقيم أموال من خلال محلات الصرافة والتحويلات النقدية الاعتيادية كذلك استخدموا العملات الرقمية قاموا باستخدام هواتف عامة وأيضاً تطبيقات حولوا الكثير من الملفات بحسب ما تقول النيابة العامة إلى ملفات مشفرة تم التواصل وإرسالها إلى المساد الإسرائيلي من خلال تلك التطبيقات هؤلاء تقول الاستخبارات التركية أنها على مدار عام كامل قامت برصد ومتابعة لهذه المجموعة وهذه الخلية الآن النيابة العامة التركية وجهت لهم تهماً بالتجسس الصالح المساد الإسرائيلي وستحيل القضية إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول ومن المتوقع أن تأخذ تفاعلات كبيرة هذه القضية خصوصاً لارتباطها بإسرائيل وأيضاً لما تقول تركيا بأنها معلومات تخص الصناعة الدفاعية من خلال بعض الطلب الفلسطينيين والسوريين إضافة إلى الأتراك المتواجدين هنا وربما لافت بأن هذا الشهر فيه نشاط استخبارات عالية تركيا قبل أيام تم القبض على مجموعة قالت السلطات التركية أنها شبكة تجسس تتبع الاستخبارات الروسية من خلال قيام بعض ثمن أشخاص من الأسبك والروس برصد الشيشان المناوئين لنظام الحكم في موسكو ومن خلال اعتزام التنفيذ عمليات عسكرية ضد الشيشان المتواجدين هنا على الأراضي التركية أيضا قبل أيام كان هناك تفكيك لشبكة إيرانية كان يقوم عناصرها في محافظة وان التركية اعتزامهم نقل أو جلب ضابط عسكري إيراني سابق إلى طهران قامت الاستخبارات التركية بتفكيك تلك الشبكة والقبض على جميع عناصرها من ضمنها عنصر إيراني مراد البطوش في اسطنبول شكرا على كل هذه المعلومات